النوع الثاني من الخصومات على المبيعات هو الخصم النقدي cash discount يرتبط الخصم النقدي بعملية بيع البضاعة بالأجل أي في حالة وجود مبيعات آجلة حيث أنه في هذه الحالة يقوم البيع بتشجيع المشتري بأنه إذا قام بسداد ثمن هذه البضاعة مبكرا فإنه يمنحه خصم يسمى الخصم النقدي إذن هذا الخصم مرتبط بسداد ثمن البضاعة خلال فترة زمنية معينة من تاريخ الشراء تسمى بفترة الخصم النقدي وبالتالي فإن هذا الخصم هو خصم مشروط أو متوقف على شرط هذا الشرط هو السداد خلال فترة معينة تسمى بفترة الخصم النقدي ويطلق عليه أيضا خصم تعجيل الدفع لأن البيع يلجأ إليه بغرض تشجيع المشتري على السداد النقدي المبكر لدينا هنا ما يسمى بشروط الخصم النقدي حيث يجب أن يتم الإشارة إلى هذه الشروط ضمن فترة المبيعات لأن هذا الخصم مرتبط بالأجل ويتم الإشارة إلى هذه الشروط طبقا لشكل التالي أربعة سبعة تلاتين وتعني الآتي أربعة تعني النسبة المئوية للخصم وسبعة تعني فترة الخصم والفترة التي يمكن الحصول على الخصم إذا تم السداد خلالها تلاتين فترة الاعتمام كاملة أي أن آخر موعد لسداد إجمال القيمة هو تلاتين يوم معنى ذلك أن نهاية فترة سداد ثمن البضاعة هو تلاتين يوم لكن البائع يقول للمشتري إذا قمت بالسداد خلال سبعة أيام سوف أمنحك خصما قدره أربعة في المية ولدينا احتمالين خلال فترة السبعة أيام هذه خلال فترة الخصم وهي السبعة أيام يوجد احتمالين الاحتمال الأول أن يتم التحصيل خلال فترة الخصم النقدي أي أن يتمكن المشتري من السداد خلال فترة الخصم وبناء عليه يجب على البائع أن يمنح المشتري خصما نقديا تم تسمية هذا الخصم النقدي لدى المشتري بالخصم المكتسب لكن لدى البائع يتم تسميته بالخصم المسموح به أو الخصم النقدي المسموح به كان لدى المشتري يسمى بالخصم المكتسب وكان لدى المشتري إيراد بينما هو لدى البائع يمثل مصروف الاحتمال الآخر هو أن لا يتمكن المشتري من السداد خلال فترة الخصم أي أن التحصيل تم بعد فترة الخصم وبنان عليه لا يحصل المشتري على أي خصم ويقوم بسداد كامل المبلغ لدينا على ذلك مثال في 1.7 باعت مؤسسة الضمان بضع إلى شركة خالد بمبلغ 60 ألف بخصم نقدي 10.7.30 أي أنه إذا تمكنت شركة خالد من السداد خلال 7 أيام فإنها سوف تحصل على خصم نقدي قدره 10% طبعا المبيعات تمت يوم 1.7 أمام شركة خالد حتى يوم 11.7 لكي تحصل على الخصم نلاحظ أنها قامت بالسداد يوم 5.7 إذن السداد تم خلال فترة الخصم وبنان عليه تحصل على الخصم النقدي والمطلوب إثبات العمليات السابقة بدفتر يومية مؤسسة الضمان نقوم بعمل تمهيد حيث أن التحصيل تم خلال الفترة المحددة فإن شركة خالد التي هي المشتري تستحق قيمة الخصم النقدي قيمة الخصم النقدي تساوي قيمة المبيعات وهي 60 ألف في عشر عالمية تساوي 6 ألاف إذن صافي القيمة الذي يحصل نقدا لأنه ذكر أن القيمة تم تحصلها نقدا يساوي 60 ألف نقص الستة ألاف الخصم النقدي إذن ما تحصل عليه مؤسسة الضمان من خالد سوف يكون 54 ألف ريال نأتي للإثبات في دفتر اليومية العملية الأولى هي عملية بيع وبيع لبضاعة إذن الحساب المستخدم هو حساب المبيعات ويكون الطرف الآخر هو شركة خالد لأن عملية البيع تمت بالأجل فيكون شركة خالد عبارة عن المدينين شركة خالد في خمسة سبعة تحصيل نقدا وشركة خالد هي التي تدفع وهي التي اسمها المدينين إذن في دفتر اليومية في مؤسسة الضمان العملية الأولى من حساب المدينين خالد بمبلغ 60 ألف إلى حساب المبيعات 60 ألف إثبات بيع بضاعة بالأجل بخصم نقضي 10 37 يوم 1 سبعة العملية الثانية كانت يوم 5 سبعة منشأة خالد أو شركة خالد لن تدفع كامل المبلغ المستحق عليها وهو 60 وإنما تدفع منه جزء فقط وتحصل على الباقي خصم إذن من مذكورين حساب الصندوق 54 فقط ولدينا مبلغ 6000 يسمى الخصم المسموح به وهو مصروف والمصروف ينشأ مدين إذن في الجانب المدين من مذكورين حساب الصندوق وحساب الخصم ومجموعهم يساوي 60 ألف إلى حساب المدينين خالد نثبات تحصيل المستحقة على خالد بعد السماح له بخصم نقضي والتاريخ يوم 5 سبعة نأخذ مثالا آخر يوم 1 واحد قامت مؤسسة الوادي ببيع بضاعة إلى شركة جيزان يبقى لدينا بيع وبضاعة إذن حساب المبيعات وشركة جيزان هي المدينين أو حساب المدينين ويوجد خصم نقضي 15.30 أي أن فترة الخصم النقضي 10 أيام أي أنه يوجد أمام شركة جيزان حتى يوم 11 واحد لكي تستفيد من الخصم نلاحظ أنها قامت بالسداد يوم 12 واحد وقامت بالسداد نقدا شركة جيزان هي حساب المدينين ونقدا حساب الصندوق نلاحظ هنا أن السداد تم بعد انتهاء فترة الخصم والمطلوب إثبات هذه العمليات في دفاتر مؤسسة الوادي بما أن التحصيل تم بعد انتهاء فترة الخصم إذن لن تحصل شركة جيزان على أي خصم وإنما يجب عليها أن تدفع كامل ثمن المبيعات 50 ألف بناء على ذلك فإن القيد الأول في دفاتر يومية مؤسسة الوادي يوم 1 واحد من حساب المدينين شركة جيزان بـ 50 ألف إلى حساب المبيعات 50 ألف إثبات بيع بضاعة لشركة جيزان بخصم نقضي 15-35 يوم 1 واحد العمليات الثانية عملية التحصيل سوف يتم تحصيل المبلغ بالكامل من حساب الصندوق 50 ألف إلى حساب المدينين شركة جيزان 50 ألف إثبات تحصيل قيمة البضاعة المباعة لشركة جيزان يوم 12 واحد نلاحظ هنا أن شركة جيزان لم تستفد من فترة الخصم لأنها قامت بالسداد بعد انتهاء فترة الخصم النقدي ترجمة نانسي قنقر